وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أحمد حند الشاكرين الصابرين اللهم إني أشهدك وأقر بأني أنا الذليل إليك وأنت الملك العزيز وأنا الفقير إليك وأنت الغني وأنا الضعيف إليك وأنت القوي وأنا العبد لك وأنت السيّل الرب أركع وأنحني إعظاما لذاتك أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك ربك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاة وجميل عفوك ثم أني مسلم وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافي بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غارب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانا بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر ابن نزار بن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه وبعد بإذن الله جل وعلا وفي هذه الليلة الطيبة المباركة في ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر الطيب الكريم أود أن أربط ما مضى بالآن بإذن الرحيم الرحمن أقول تحدثت بإذن الله عن ليلة القدر عن شرفها وعن عظمتها وعن قدرها عند الله جل وعلا وتحدثت عن نزول الملائكة من السماوات العلى إلى الأرض حتى تضيق الأرض بالملائكة وتكون الملائكة على سبيل الإبتداء على سبيل العطف وحتى تكون الملائكة قد ملأت ما بين السماء والأرض وتكون الملائكة في تلك الليلة بعدد حبات الرمال وبعدد قطر الندى تنزل فتؤمن على دعاء الموحدين وتصلي على الموحدين أسأل الله جل وعلا أن يعتقنا من النار وأن يدخلنا الجنان إنه ولي ذلك والقادر عليه ولذلك آثرت بإذن الله في تلك الليلة الطيبة المباركة والتي أقسم فيها أبي بن كعب بأنها ليلة القدر على سماعه من محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اعتبار أقوال جماهير أهل العلم الذين قاطعوا بذلك فإني أستعين بالله وجعلت الموضوع تحت عنوان الربانيون في ساحة الدعاء وأتحدث بإذن رب الأرض والسماء عن فضل الدعاء في هذه الليلة فأقول الدعاء هو طلب الحاجات التي لا يقدر عليها إلا رب البريات الدعاء هو طلب الحاجات التي لا يقدر عليها إلا رب البريات مثل ماذا؟ مثل إنزال المطر ومثل الرزق ومثل كذا ومثل كذا من الأمور التي لا يقدر عليها البشر ولا يجوز أن يدعى غير الله تبارك وتعالى لأن الدعاء كما ذكرت سابقا إنما هو عبادة ولذلك قال علماؤنا والعبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر وفي الباطن والدعاء من العبادة والدعاء من العبادة وليس هو العبادة بأثرها والدعاء من العبادة نعم هو عبادة أمرنا الله جل وعلا بها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من تلك العبادة الدعاء الدليل على ذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الله أكبر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فهذا الدعاء عبادة لرب الأرض والسماء والدعاء كما قال العلماء عبادة لا تصرف لغير الله جل وعلا فلا يجوز أن ندعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا محببا أبدا فإن هذا وذاك وكذا لا يملكون ضرا ولا نفع بعد موتهم بالنسبة للأحياء بالنسبة للأحياء في حال الحياة الدنيا ولذلك فإن رأينا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه وقف بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو رسول الله إنه الرئيس المقدم والإمام المبدل وقف أبو بكر بعد موته وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ولذلك الدعاء لا نعو إلا الحي الذي لا يموت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي أما الآخرون إذا دعوناهم من دون الله جل وعلا حتى إن دعينا الأولياء الذين كانوا حقا من الأولياء فإنهم لا يملكون شيئا أبدا بل إن الأمر كله بيد رب الأرض والسماء استمع إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ربنا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إنهم أموات إنهم أموات علي ميت الحسن ميت الحسين ميت زينب ميت رضي الله عنهم وأرضاه وإن دعوت فلانا أو علالة إنهم أموات فادعوا الحي الذي لا يموت إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا انظر حتى ولو بالمستحيل ولو سمعوا ما استجابوا لكم لماذا؟ لأن الإجابة بيد الله جل وعلا نعم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم ولا ينبئك مثل خبير ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم الله أكبر ويوم القيامة يا من تدعو البدوي أو الحسن أو الحسين أو علي ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم ولا ينبئك مثل خبير ولذلك قال ربنا جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا تقل لي إن الضريح بداخل المسجد وإن صاحب الضريح كان صاحبا للمسجد لا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ومن خالف فقد شاق الله جل وعلا وشاق محمدا صلى الله عليه وسلم وليظن الظن أنه يتقرب بذلك إلى ملك الملوك ورب الأرباب أو إلى محبة محمد صلى الله عليه وسلم كلا والله فأنا آتيكم بها بيضاء نقية من خلال النص من دلالة الكتاب ومن دلالة صحيح السنة القضية منتهية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رأى أحمد وابو داود والترمذي والحاكم وقال على شرط الشيقين وقال الإمام الذهبي كذلك أي تعقب الإمام الحاكم وصحح الدعاء هو العبادة ثم تلأ قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أيضا حينما ننظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله جل وعلا من الدعاء ليس شيء أكرم على الله جل وعلا من الدعاء أكررها ليس شيء أكرم على الله جل وعلا من الدعاء أحمد وابن ماجه وترمذي ويقول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة كن على يقين بأن الله سيجيب الدعوة الضابط أن تكون تائبا إلى الله جل وعلا الضابط أن لا تكون ظالما للموحدين الضابط أن لا تكون من أعداء أولياء الله وأن لا تعادي أولياء الله بضابط أن تكون من المحبين تحب من أحب الله جل وعنى وأحب رسول ولذلك في الحديث الصحيح من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان لابد أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي في الله وأن تمنع في الله حتى تستكمل الإيمان نعم لابد أن تكون طاهرا من الرشا ومن الربا ومن الكبري ومن الظلم ومن الغدري ومن الفجور ومن عقوق الوالدين ومن قطع الأرحام إلى آخر هذه الأمور ساعتها ادعو وأن تتوقن بإجابة الله جل وعلا ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة والحديث حسن بالشواهد وذلك للشهد الموجود عند أحمد في المسند ولذلك أقول لآبائي أقول لأمهاتي أقول لإخواني أقول لأخواتي أقول لأبنائي أقول لبناتي وإني أعدل إنني لا أريد أن أكثر من المادة العلمية في هذه الحلقة بالذات بل إني أريد أن أقتنص الدقائق المعدودات لتطهير قلبي وقلوب أهلي وقلوبي أهلي من الطيبين من الموحدين من الرجال ومن النساء حتى نستثمر بقية الوقت في الدعاء لرب الأرض والسماء وأريد أن أزرع بنماذج تثبت في الصدور بإذن علام الغيوب إن شاء الله جل وعلا وأبدأ بالنموذج الأول إن شاء الله جل وعلا الحديث الذي أرويه هو في الصحيح والرواية التي آتي بها الآن من عند مسلم في صحيحه ومن عند أحمد في مسنده والرواية من خلال أبي هريرة أي من طريقي أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذه الرواية تبين لنا قيمة الدعاء وتبين لنا الإجابة من رب الأرض والسماء إنني ما تحدثت عن آداب الدعاء إنني ما تحدثت عن الأوقات إلى آخر هذه الأمور حتى أستثمر بإذن الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كان جريج يتعبد في صومعة وجريج هذا كان رجلا متعبد في صومعته أي أنه بنى لنفسه مكانا يعبد الله فيه فعبد الله جل وعلا فيه لماذا؟ لأنه كان تاجرا كان يزيد طارة وينقص طارة فقال لنفسه لا أتفرغن لعبادة الله جل وعلا وبالفعل تفرغ لعبادة الله جل وعلا فضرب به المثل أقول للأباء أقول للأمات ضرب به المثل في العبادة في الركوع في السجود في الطاعات في الخوف من رب البريات بحق كان عابدا لله جل وعلا كان جريج هذا يتعبد الله في الصومعة قلت لكم كان كثير الركوع كان كثير السجود لله جل وعلا وقل أن يخرج من صومعته إلا لضرورة بمعنى أن الرجل كان في عبادة جائمة آناء الليل وأطراف النهار المهم لننظر ماذا جرى ذهبت إليه أمه جاءته أمه كما في المثل جاءته أمه تنادي عليه الصومعة أريد من الأباء من الأمهات أن أصور الأمر كما صوره أبو هريرة نقلا عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جاءت الأم وقفت عند الصومعة على مكان عالي مرتفع من الأرض فوقفت ثم وضعت يدها على حاجبها هكذا بمعنى أنها تريد أن تحجب الشمس عن وجهها فرفعت يدها على حاجبها هكذا فعل أبو هريرة هكذا حينما تنادي إنسانا في مكان مرتفع ففعلت هكذا ثم نادت يا جريت يا جريت أنا أمك كلمني وكان جريت في صلاته العبد الصالح كان في صلاة وهي تنادي يا جريت يا جريت أنا أمك كلمني وهي تحتمي من الحر وتضع اليد على الحاجب قال أمي أم صلاتي يا رب أمي و صلاتي يعني أنا في حيرة الآن أجيب أمي أم أبقى في صلاتي الرواية عند أحمد فعادت ثم جاءت مرة أخرى فوضعت يدها على حاجبها ثم قالت يا جريت أنا أمك كلمني وكان في صلاته في المرة الثانية قال يا رب أمي أم صلاتي بل صلاتي الرواية الثالثة فنادت أي جاءت في المرة الثالثة أنا أمك كلمني قال يا رب أمي أم صلاتي بل صلاتي فحزنت ثم قالت اللهم إني أمه أنا أمه وهو بني جريت اللهم لا تمته حتى يرى المومسات أي يبتلى بالفاجرات العاهرات والعياذ برب البريات دعوة شاقة للغاية والعياذ بالله جل وعلا وكانت أمه إمرأة صالحة مستجابة الدعاء ركزوا ركزنا أنا لن أتحدث عن النواحي الفقهية بمعنى لما كان في صلاتي وتكلم أمي أم صلاتي هل تكلم سيرة أم تكلم جهرة الكلام عند الإمام الحافظ وهو أفضل الكلام المهم أستثمر الوقت لما دعت انصرفت فتذاكر الناس عبادة جريت وفي رواية فتذاكر بنو إسرائيل عبادة جريت يعني بعد الدعوة مباشرة بنو إسرائيل جلسوا وأخذوا يتذاكرون عبادة جريت وكانت هناك امرأة جميلة فاتنة أي ليس هناك من النساء ما يتفوق عليها في جمالها قالت أنا أفتنه أنا أفتنه ثم ذهبت إليه أي بعد أن لبست أجمل الثياب ووضعت أجمل الطيب اتجت إلى هناك إلى الصومعة وألحت محاولة إلا أنه لم يأبه بها ولم يلتفت إليها الله أكبر ربما تظن المرأة من بنات الهوى أن الرجال متساوون في ذلك إلا أن الفارق عظيم من كان قلبه على الحياة فإنه يأبى ذلك بإذن الله ومن كان قلبه بين هذا وذاك فهو إلى العطب أدنى من السلامة والعياذ بالله جل وعلا ومن كان قلبه إلى العطب وإلى الممات فكبر عليه أربعة المهم يأست منه فلجأت إلى راع كان يأوي إلى الصومعة أي كان يستضل بظلها فأمكنته من نفسها فحملت منه ثم وضعت ثم قالت لبني إسرائيل إن هذا من جريج هذا الذي ولدته إنما هو من جريج أي هو الذي صنع به وهذا الولد ولده فحملوا المساحي هكذا الماتنة فحملوا المساحي اللي الفؤوس يحمل المسحة هذه المسحة لها رأس من حجيد يحفر بها في الأرض فحملوا المساحي واتجهوا إلى صومعة جريج وناجوا فلم يأبه بهم لأنه كان في صلاة فانغالوا على صومعته فأخذوا يحطمونها أي يهدمونها بالمساحي فخرج إليهم في رواية أحمد فانغالوا عليه ضربا آذوه قال ما صنعت قالوا فجرت بهذه والولد ولدك فتبسم ثم قال ايتني بالصبي أي بالرضيع فأتي له بالرضيع فواخزه بأصبعه ثم قال بإذن الله من أبوك انظروا انظرنا من أبوك قال أبي هو الراعي الله أكبر أبي هو الراعي حينئذ هللوا وكبروا وقالوا نبنيها لك من ذهب وفضة قال لا بل أعيدوها من تراب كما كانت بل أعيدوها من تراب كما كانت الأم تدعوه على ولدها رغم أن الولد من الصالحين رغم أن الولد من الربانيين رغم أن الولد من الطائعين إلا أنه ما كان ينبغي له أن يقدم صلاة النافلة على الفريض أي على طاعة الأم على الإطلاق ولأنه عق أمه بعدم الإطلفات إليها وعدم ترك النافلة والرجوح والجنوح إليها فإن الله استجاب دعاءها ولأنه من الصالحين ولأنه من الصالحين ولأن نيته كانت طيبة فإن الله لطف به وبيّن براءته بل جعل الله له كرامة على رؤوس الأشهاد أن تقلوا من هذا النموذج إلى نموذج آخر بإذن الله في إجابة الدعاء ربما يقول المشاهد تارة حينما يسمع ما أذكر أن هذا ضرب من ضروب الجنون ضرب من ضروب الخال الله وربي ليس من ذاقك من لم يذق وليس من رأك من لم يرى أنا أتيتك بالرواية من عندي مسلم في صحيح ومن عندي أحمد في مسندي والآن أنتقل بك إلى نموذج آخر من عندي الإمام البخاري في صحيح ولذلك فإني آتيك بالصحيح ولا أدعك لحظة حتى تفكر فيما دون ذلك ماذا جرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن رجلا من بني إسرائيل استسلف رجلا أوضح المسألة شرحا ومعنا من عندي بمعنى أن رجلا ذهب السوق فلم ير في جيبه شيئا فأخذ يسأل عن أحد لأنه ما كان في بلدته فأخذ يسأل عن أحد يستسلف منه مالا فدل على رجل صالح فذهب إليه فطرق الباب عليه فاستسلف منه ألف دينار أي بعد إذ فتح له السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أريد أن أستسلف منك ألف دينار أنظره فقال له الرجل هو لا يعرفه قال ايتني بكفيل ايتني بكفيل حتى يكفلك قال كفى بالله كفيلا ربما يقول قائل وهل يأخذ الأمر على الآخر إنها دروشة أبدا ياخلي بل إن السمت يشهد بإذن الله انطلاقا من قول الله جل وعلا سيماهم في وجوههم ومن الحديث الصحيح لعبد الله بن سلام لما قال في النبي ليس هذا بوجه كذاب انظره فقال إذن ايتني بالشهداء جب لي نستشهد عليك قال كفى بالله شهيد قال رضيت بالله كفيل رضيت بالله شهيد خذ الألف دينار وانصرف راشدا فانصرف الرجل حتى إذا قضى حاجته بعد إذ أجل أجلا بينه وبين الرجل أي ضرب له موعدا يسجد الدين فيه فذهب إلى البحر حتى يركب وحتى يعبر إليه إلا أنه لم يجد مركبة يعني ذهب إلى البحر وجلس على الشاطئ في يوم راح أي في يوم شديد الرياح والعاصفة لماذا؟ إنه حريص على الموعد إنه حريص على الشرط هذا لماذا؟ لأنه جعل الله جل وعلا كفيل ولأنه جعله شهيد فكان حريصا جدا جلس على الشاطئ ينتظر مركبا فلم تأتي مركب ما فيه هذا هو الوقت والثاني ينتظر على الشاطئ الآخر ينتظر ماله ماذا صنع فلما يأس ما في مركب ما في على الإطلاق ما كان منه إلا أن أتى بخشبة ثم نقرها أي ثم حفر فيها ثم وضع الألف دينار بهذا النقر يعني بهذا المكان الذي نقر فيه ثم زججها يعني ألاسها خلاء الماء ما يصلش إلى الماء السلام عليكم عليه وسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يبارك في عمرك أحبك الذي أحتني من أجله وبارك الله فيك أسأل الله أن يهديهم وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم ذرية طيبة مباركة وأن يصرف عنهم السوق اللهم أمين أسأل الله أن يستجيب في هذه الليلة طيبة المباركة أسأل الله أن يبارك فيك وفيهم وأن يديك وأن يهديكم وأن يجعلكم جميعا من السعداء اللهم آمين في الدارين في الدنيا والآخرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بارك الله فيك واجعلك الله مستجاب الدعوة ولكم مثل ولكم مثل ليس سؤال إن شاء الله على رأسي عملا بما تقول وسيرا على درب هؤلاء الربانيين نعم وتحقيق الاستمرت المرجوة من هذه الحلقات أردنا أن نقلد هؤلاء الربانيين وننسجع على منوالهم ونقلدهم ولو في جزء يسير من عبادتهم نعم فاتفقت أنا وأخواتي لي في الله على قراءة القرآن أكثر من مرة في رمضان الحمد لله فهل يجوز لإحدانا أن تخبر الأخرى بعرض المرات التي قرأتها أم هذا من الرجئ لا لا نعم جاز ما دمت تثقي بإذن الله في دين الأخوات فهذا جائز لمثل هذا فليعمل العاملون وعلى ذلك ديدا السلف ونحن ننقل في التراجم أنه قال ختمت كذا وهذا يقول وختمت كذا نعم بارك الله فيك ساكن الله فيك أسأل الله أن يبارك فيك وأن يجعلك من ربانيات الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أخذ الدكتور محمد الزهب فضل حبيبي لو سمحت كذا دعيل أن يبني كل من حفظة كتاب الله أسأل الله أن يجعله من حفظة الكرآن أسأل الله أن يجعله من العلماء الربانيين وأن تقر به عينه أسأل الله أن يجعله من الصالحين ومن الكبار وأن تقر به عينه كدنيا وأخرى وعز الشيخ محمد حسان جزاك الله خير يا حبيب الله يبارك في عمري وأن أحبك أكثر يا حبيبي جزاك الله كل خير جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي أنا من تونس جزاك الله خير وكفاك الله شر على ما تبذله أنا أسعد كثيرا لأنك رجل وجدان يوجد مشائخ كثيرون أي رجل وجدان ورجل لسان والحمد لله أنت تشدني بكلامك بدون إطراء ولا خلفيات فهذا شيء جميل وأنا رجل من الأشراف من آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم أرجو يا أخي أن تمتن الصلاة بالله في هذه الأمة التي عبدت الكورة أرجوك يا أخي أن تخصص موضوع الكورة وعبادة الكورة والجنون على الكورة واللهو والعبث الآن خمسة ملايين حاج في أطهر مكان ويدعو بهم الشيخ اللهم أنصر العراق اللهم أنصر فلسطين يصير العكس تماما يضرب بوش يضرب شون ماذا يعني؟ يعني الأمة سقط من العين الأمة تعبد الكورة واللهو والعبث النماذج الذي الآن تحكي عنها جد رائعة تشحى ذي الهمة لأن الناس بعدت عن الله سبحانه وتعالى عن الله سبحانه وتعالى الله هو الفاعل المطلق الفاعل المطلق والعدل المطلق والأمة الآن لم تستفد من خزائن الله سبحانه وتعالى بزاك الله خيرا بارك الله في عمرك بزاك الله خيرا يعني أنطلق بإذن الله حتى أستوفي الأمر بإذن الله أقول فأتى بخشبة فنقرها فوضع الألف دينار فيها ثم زججها يا جماعة حتى لا يقال إن الأمر دروش زججها أغلاقها لماذا حتى لا يصل الماء إلى الألف دينار ثم كتب رسالة بجوارها كتب معها صحيفة ووضعها ثم قال وقف على كده على الشاطئ ثم قال اللهم إنه سألني كفيلة فجعلتك كفيلة فرضي بك وسألني شهيدة فجعلتك شهيدة فرضي بك اللهم هاذي إليه ثم ألقاها أما الآخر فهو يجلس على الشاطئ ينتظر ماله فلما لم يجد شيئا أراد أن يعود إلى أهله فرأى خشبة تسبح على الماء رأى خشبة تسبح على الماء قال لأخذن الخشبة إلى أهلي فحمل الخشبة ثم ذهب بها إلى داره ثم أتى بالمنشار فقدها أي حتى يوقد بها فقدها فوجد الصحيفة أي رسالة ومعها الألف دينار فحمد الله جل وعلا أما الآخر حتى لا يقال إن الأمر دروشة جاء في اليوم التالي فرأى مركبة فحمل ألف دينار لماذا؟ لأنه إن قال أنا أرسلت لك كذا ربما كان الكلام كاذبة ربما ما وصل الأمر ربما لم يكن يقينه يبلغ هذا الأمر فحمل الألف دينار ثم ركب المركبة ثم ذهب إليه ثم دخل عليه وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته قال خذ الألف دينار فإني البارحة والله سعيت أن أجد مركبة إلا أنني لم أجد مركبة فقال له الرجل يا رجل أولست قد أرسلت إلي بالأمس ألف دينار قال ألم أقل لك والله ما رأيت مركبا إلا اليوم فجئتك به قال إن صرف راشدا فإن الله قد سدد عنك أي فإن الله قد حمل أمانتك وأوصلها إلي لأنك ارتضيت الشهيدة وجعلت الشهيدة هو الله جل وعلا نعم إنها إجابة دعوة دعاها وهو على شاطئ البحر يقينا في الله جل وعلا واسمعوا معي بإذن الله حتى أدخل في عمق الدعاء هناك دعاء القلوب وهو أعظم وأقوى من دعاء الألسن انظروا معي وأعظم من دعائنا نحن إنما هو الدعاء للنجاة من النار وللدخول في جنة الله جل وعلا إن الأمر سهل ميسور حينما أدعو الله جل وعلا أن يشفيه حينما أدعو الله جل وعلا أن يفرج كربي حينما أدعو الله جل وعلا أن يزيل همي حينما أدعو الله جل وعلا أن يكشف غمي إلى آخره بل إن أعظم ما يكون هو استجابة الدعاء لرب الأرض والسماء أو من رب الأرض والسماء للنجاة من جهنم اسمعوا معي الحديث رواه البخاري في صحيح ومسلم في صحيح أبو داود الترميذي النساء بن ماجة وابن أبي شيبة واللفظ أيضا له مقارب ولنسمع ما هذا وما هذه الرحمة الله أكبر ماذا تظنون في رحمة الله جل وعلا ما حسبكم برحمته جل وعلا إن الله جل وعلا أرحم بعبده من الوالدة بولدها اسمعوا اسمعوا جميعا واسمعنا جميعا وبنا نبدأ غسيل القلب والعين بإذن الله جل وعلا يقول صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه كان في من كان قبلكم رجل انظروا إلى دعاء القلوب رجل نباش أي كان ينبش القبور فيستولي على ما فيها ما ترك لها حرمة بل قال بعضهم بعض الشراع إنه ما رحم الأحياء ولا الأموات كان مجرمها ما ترك من ذنب إلا وعمله وما ترك من جرم إلا واكتسبه ويكأني أعود إلى كلام ابن القيم رحمه الله في هذا المضمار لما توسع في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبده من الوالدة بولدها لكني أرى أن الوقت لن يتسع لي سأنطلق المهم كان في من كان قبلكم رجل نباش أسرف على نفسه في المعاصي هذا الرجل يا جماعة لم يكن يعلم أهله بمعاصيه ولم يعلم جيرانه ولا أهله بإجرامه ما حد يعلم ما حد يعلم إنه يظهر أمام الناس كالناسك إنه إذا مشى ذكر الله وإذا عاد ذكر الله إلا أنه يأكل من الحرام إلا أنه يستولي على الحرام إلا أنه يعيش في الحرام إلا أنه يتعايش على الحرام ولا يعلم بذلك الناس إلا أن الأمر لا يخفى على رب الناس لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولذلك إلى أين وإلى متى فأتته المنية خلاص القبره القبره أمامك ماذا ستصنع هل ستتصنع الأمر على الله كما تصنعته على العباد أبدا ومحال انظروا أتته المنية تصبب العرق فجمع أهله وبنيه تعالوا تعالوا جمعه ثم قال أي أهله أي بنية كيف كنت لكم أنا كنت كيف لكم قالوا كنت نعم الأب لنا كنت نعم الأب لنا أي ما حرمتنا من شيء وما طلبنا منك شيئا إلا أتيتنا به قال أما أنا أما أنا الله أكبر استمع يا من جمعت من الحلال ومن الحرام يا من جمعت من الرشا يا من جمعت من الربا يا من ظلمت العباد يا من قهرت العباد ودعيت أنك من الصالحين يا من ستن الله عليك في الليل البهيم إلا أن الله يراك كيف كنت لكم قالوا كنت نعم الأب لنا قال أما أنا فكنت بئس العبد لله رب العالمين أما أنا فكنت بئس العبد أما أنا فكنت بئس العبد لله رب العالمين أي أهلي أي بني إذا أنا ميت فحرقوني فحرقوني حتى أصير رمادا لم يقل فحرقوني فقط فحرقوني حتى أصير رمادة وعلى عظامي فاسحقوني أي طحنوا عظامي لا تبقوا فيها عظمة واحدة وعلى عظامي فاسحقوني وفي يوم راح أي شديد الرياح والعاصفة وفي يوم ذر راح المتن اثناني وفي يوم ذر راح شديد الرياح والعاصفة فبعثروني بعثروني بعثروني في اليم وفي البحر وفي البر الله أكبر يقول لهم احرقوا بدني حتى أصير ترابة لا تبقوا جلدة واحدة ولا قطعة لحم حتى أصير ترابة وعلى عظامي فاسحقوني اطحنوها حتى تصير رمادة وفي يوم راح شديد الرياح فبعثروني بعثروني في البر وفي البحر أي وفي اليم فلما مات أحرقوه وطحنوا عظامه وسحقوها وفي يوم راح شديد الرياح بعثروه في البحار وعلى البر لماذا انظروا وفي يوم راح فبعثروني نصفي في اليم ونصفي على البر ولئن قدر علي ربي ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ولئن قدر علي ربي يعني أفعل ذلك حتى أنجو حتى أنجو وأهرب ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فلما مات أحرقوه وسحقوا عظامه وطحنوها ونثروه في البر وفي البحر فلما نثروه نادى الله نادى ملك الملوك نادى الذي إذا قال للشيء كن فيقول نادى الذي خلق وأحيا نادى الذي بيده كل شيء نادى الجبار من عليائه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نادى الجبار من عليائه يا بر أد الأمانة يا بحر أد الأمانة فطارت الزرات طارت الزرات فالتأم بعضها ببعض هذه الزر من الكتف تطير إلى الكتف وهذه من البطن تعود إلى البطن وهذه من الظهر تعود إلى الظهر وهذه من القدم تعود إلى القدم يا بر أد الأمانة يا بحر أد الأمانة فطارت الزرات فالتأم بعضها ببعض وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا فالتأمت الزرات فوقف الرجل بين يدي الله جل وعلا فوقف فقال له الله بعدما صنع كل هذا من إحراق وطحن جمعه جمعه في لمح البصر جمعه بكون فيكون قال له أي عبدي ما دعاك إلى فعل هذا قال من خوفي منك يا الله ما دعاك إلى فعل هذا قال من خوفي منك يا الله ما دعاك إلى فعل هذا قال من خوفي منك يا الله قال أشهدك يا عبدي أني قد غفرت لك أشهدك يا عبدي أني قد غفرت لك الله أكبر دعوة قلب لم يدعوا باللسان دعا بقلبه دعا بقلبه لله أرحم بعبده من الوالدة بولدها الله الله قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر أنتقلوا بإذن الله جل وعلا إلى موقف أخير ذكره ابن أبي الدنيا بإذن الله جل وعلا في كتاب الفرج بعد الشدة هذا والضاح ابن خيثمة لما تولى عمر بن عبد العزيز إمارة المدينة وتولى بعد ذلك الخلافة أمره بالعدل بين الناس فما كان منه إلا أن أخرج المظلومين من السجون لماذا؟ لأن الحجاج كان قد ملأ السجون بالمظلومين وكان كذلك يزيد بن أبي مسلم ذلك الجبار الذي كان يتشبه بالحجاج ذلك الظالم ذلك المجرم الذي ما كان يخشى الله جل وعلا ذلك الذي كان يبطش بعباد الله جل وعلا المهم أنه أخلى السجون من المظلومين وأتى بيزيد بن أبي مسلم هذا القاسي هذا الظالم هذا الجبار هذا المتكبر على خلق الله جل وعلا ثم وضعه في السجن فلما قتل عمر أيب السم عاد الأمر كما كان وولي يزيد بن أبي مسلم قال فهربت وضاح ابن غيثم يقول هربت إلى إفريقيا حتى لا يقتلني فبلغني أنه صار على إفريقيا بأسرها وأمر الناس بأن يبحثوا عني في كل فج وشق وبالفعل قال تمكنوا مني أي تمكنوا منه فأغذوه إلى يزيد بن أبي مسلم فقال يزيد وقد فرح والثاني مكبل من يديه اسمعوا آبائي انظروا إلى إجابة الدعاء أمهاتي انظرنا يا من ابتلاكم الله بالمرض الله هو الشافي يا من ابتلاكم الله بالدين الله هو الغني يا من ابتلاكم الله بالكرب والغم والغم الله يشفي صدوركم بإذنه جل وعلا نعم وأصلح بالهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا صاحب الغم اسمعني أيها المدين اسمعني أيها المسكين اسمعني أيها الفقير اسمعني أيها المريض اسمعني أيها المكروب اسمعني أيها المهموم اسمعني يا صاحب الغم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الفارج الله إذا ابتليت فثق بالله إذا ابتليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله الله أكبر وضاح وقف بين يديه مكبلا بالحديد قال أنت وضاح قال أنا وضاح قال والله لأقتلنك والله لأقتلنك والله لأقتلنك ولطالما دعوت الله أن يمكنني منك قال وضاح وأنا طالما دعوت الله دعوت الله في السر وفي العلم في الظلمات وفي الصباح أن ينجيني منك قال لا لن ينجيك وَوَاللَّهِ لَوْ سَابَقَنِي مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَيْكَ لَسَبَقْتُهُ لَسَبَقْتُهُ أَسْبَعْ مَلَكِ الْمُوتِ ومش هيستجب دعائك أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدري كما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء قال وَاللَّهِ لَأَسْبِقَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ ثم قال اربطوا رأسه فربطوه من عنقه ايتوني بالسيف فأتي بالسيف فأراج أن يرفع فأقيمت الصلاة قال سأتيك بعد الصلاة أبقوه هكذا ثم دخل يصلي بينه وفي سجدته إذ انهال عليه حراسه بالسيوف فمزقوا جسده لماذا؟ لأنه كان قد ختم على أيديهم أنهم عبيد فسحقوه ثم ذهبوا إلى غاذا ففكوه وقالوا انطلق بإذن الله واذي إجابة الدعاء بإذن رب الأرض والسماء أجسد ما ذكرت في قصيدة سريعة ثم أدعو دعاء خفيفا أسأل الله أن يستجيب من الموحدين جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه أبدأ وأقول بإذن الله جل وعلا قف بالخضوع ونادي يا الله سمعوا سمعنا إلى الآباء إلى الأمهات إلى الإخوان إلى الأخوات إلى الأبناء إلى البنات أبدأ قصيدتي بإذن الله وأقول قف بالخضوع ونادي يا الله قف بالخضوع ونادي يا الله لماذا لأن الله بيده مقاليد كل شيء ولأن الله قادر على كل شيء ولأجل ذلك فإني داعي قبل أن أتوغل اللهم أكرمنا اللهم أكرمنا ولا تهنا في غاذه الليل وسترنا اللهم أسترنا والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين وعد لنا الاقصى الحزين من ايد اليهود الملاعين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم اكتب لنا الشهادة على بابه اللهم اكتب لنا الشهادة على بابه اللهم ارزقنا توبة قبل الممات قبل ان يقول المفرط وحسرتان وقبل ان يقول الكبير وشيبتان رحمتك يا ارحم الراحمين فانا نأتيك بذنوب كالجبال الراسيات استر علينا يا ارحم الراحمين اللهم استر علينا يا ارحم الراحمين واغفر لنا يا اكرم الاكرمين اللهم ارزقنا توبة قبل الممات اللهم نجنا من النيرات وادخلنا الجنان وادخلنا الجنان اللهم فرج كرب المكروبين واكشف الهم عن المهمومين وازل الغم عن المهمومين اللهم وحد صف المسلمين اللهم اجمع كلمتهم يا ارحم الراحمين اللهم انصرهم على اعدائك واعدائهم يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في اموالنا وفي اولادنا وفي انفسنا واجعلنا من الصالحين وارزقنا شخاده وتب علينا يا ارحم الراحمين غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا